مرحباً مشاهدين أهلاً بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم أرت ميكر ومعاكم محمد مومين الحلقة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن النيو كلاسيك عايزين نرجع على وراء بس شوية عشان نقدر بنربط الحلقات ببعض ونقول ايه هو الطراز احنا كنا قولنا ان الطراز هي عبارة عن عبارة عن حكاية أمة بتتكلم عن نفسها في العمارة بتاعتها ازاي؟ يعني كل حكبة زمنية بيتكلموا وبيحكوا عن وقعهم في العمارة بتاعتها ازاي الفرعنة زي الرومان فكل حكبة زمنية بتمر هي بتحكي عنها فاحنا بنعرف عنهم ده وبنفهم ازاي كانوا عايشين من خلال العمارة والطراز بتاعهم جميل وكنا قولنا برضو المودرن ده عبارة عن ايه؟ المودرن بكل بساطة هي الحداثة الجديد ظهر امتى ظهر بعد الحرب العالمية مع التكنولوجيا والمصانع وكان ده برضو زي ما قولنا كده ان الطراز بيحكي فهو بيحكي المودرن بيحكي عن الحداثة وعن التطور للتكنولوجي بالزبط ده النهاردة هنتكلم عن حاجة او طراز بيخفر عنه الناس كتير ومش معروف قوي وهو جميل قوي الالتر مودرن ايه ده؟ حميس معانه بس بس ايه هو؟ مش عارفيني النهاردة هنتكلم ان شاء الله عن الالتر مودرن وهنتكلم عن خصيصه وبصراحة حلقة دسمة جدا وفيها كم معلومات وتفاصيل كبيرة اوه باختصار كده ايه هو الالتر مودرن؟ باين من كلمته هو المودرن قوي المودرن بالجامد المودرن بقوة بس ده يدل على ايه بقى؟ ده يدل على ان التراز ده حازم قوي ما بيقبلش غفلة ما بيقبلش ان انت تخفل عن تفصيلة فيه خالص الكلاسيك فيه ممنوع منعا باتا نهائيا ما ينفاش تحط حتى اكسيسوري الزغير كده جوه التراز ده من قوته من شدته من رونقل فاق جدا طيب مبدئيا كده عشان نتكلم عنه ونمهد لكم اكتر هو وريدش قوي غاني قوي الفاليو بتاعه عالي قوي بيختفق بيختفق من اول وهلة بتشوفه بيعجبك جدا بتحسه يعني اجدت حاجة كأنك كده في سفينة فضاء ده بالزبط الالتر مودل كأنك في سفينة فضاء حاجة كده من سنة 3000 ده الاحساس او من اول وهلة بتحسه من الالتر مودل كده طيب هو بقى بيحب يكون فين يفضل يكون مساحات واسعة هو ما ينفعش مساحات ضايقة كده لا ينفع بس مش بيظهر قوي او بيبان انه فقير شوي واحنا زي ما قلنا طابعه غني فبيحب الارتفاعات بيحب المساحات الكبيرة بيحب الفريس بيس كويس او لانه اصلا كعناصر وايتم جوه الاطراز مش كتيرة اوي بس هي عالية اوي طيب انا شوقتكم اوي ندخل في الموضوع المنحنيات فيها جماعة ما تحاولش تعمل فيه منحة لا يزيد عن اتنين في المين يعني ما تحاولش بتتكلم عن الالترامودم وتروح جاي عامل دايرتين تلاتة جوا بعض في سقف وفي الارض بتبقى فيه طابلو كويس شكله شيك و جوه منحنيات و جوه شكل خالص أقصى اتنين في المين وبيبقى يا إما في الدلاية من السفق أو الشابو موجود في المكان الكلام ده والكلام ده هنتكلم فيه بالتفصيل قوي حاجة أخيرة قبل ما ندخل في الموضوع بسرعة أنت نخش المكان هتحس أنه كله كيوبس وسكوير يعني تحس أنه مربعات مستطيلات مكعبات دايرة دايرتين ثلاثة في المكان بس تحس أنه كله بروز خطوط مستقيمة ماشية ومش متعرضة متوازية خلي بقى لك النقطة دي خطوط مستقيمة مش متعرضة متوازية يعني إزاي يعني مثلا لو سي أنا هعمل حاجة في الحط بجبسون برضي مثلا يبقى بالطول يبقى معايا السقف ماشي بالطول معايا لو فيه الأرضية هنعمل مثلا شكل مثلا فيه خطوط أو حاجة يبقى ماشي مع السقف ماشي مع الحيط طيب نبدأ بالسقف زي ما قلت السقف بيبقى شكله خطوط مستقيمة يعني إيه؟ يعني بنعمل مثلا شكل اتنين تلاتة هو بيقبل الكلام ده خلي بالكم يعني أنا دايما أنا بقول لكم إن السقف ممكن يبقى آآ ثلات هو ممكن يبقى ثلات طب هنعمل فيه منه مثلا منسوبين يقبل منسوبين يعمل ثلاتة يقبل ثلاتة مش أوربعا كده يقبل ثلاتة أكتر من كده أكتر من كده مش هي أوكي أوكي يا ولي أكتر من كده مش هيبقى هيشيك يعني إيه؟ هيبقى في لعبة زيادة لو في مربعات مربعين طوال مستطلين نازل مدرجين لو نقدر ننزل بأول سورة جماعة برضا عشان نبقى المشاهد معانا يتابع معانا طيب هو كده شكله واتنين وكده آه شكله واتنين مفيش مش ده الفلات ده الفلات بيبقى شكله واتنين طيب اللوسقف ممكن تبقى برضا زي كده وجبسهم برضا بس آه بيبقى كده وبيبقى حاجات تانية زي إيه؟ البيفيزي أو حاجات لامعة بيبقى لامع زي ممكن نعمل مع حيط بيبقى ماشي مع مثلا آآ كلادنج آآ اللي هو ما يسمى ده وقت الكلادنج آآ بيبقى مع الحيط مع يعني فيه حيط معين بارز بنطلع منه وياخد مع السقف برضو بيبقى معدن آآ بيبقى موجود طيب خشب بيبقى خشب الواح بالطول في مكان معين مش كله مثلا سي احنا عملنا منسوبين والتالت هو المنسوب التالت الأخير بيبقى ماشي بشكل معين مستقيم طيب احنا قلنا كده تالت حاجات آآ بيينفع معها بيخش السورة اللي بعد منها جماعة بيحب الأماكن الواسعة الفيول المفتوح الإضاءات المش مباشرة الانديركت ممكن يمشي معها والابلايت ممكن يمشي معها برضو معين الابلايت بيماشي مع العصور القديمة شوية بيبرز فيها في خامة الكلاسيك بس برضو يمشي معاه طيب الحوايت يا جماعة هنا برضو واخد لون سود مع الابيض طيب كيف هاي الحقط الحقط بتبقى ايه الحوايت يا جماعة وألوانها ما بتزيدش عن أربع ألوان ده اللي يفضل لي يا جماعة عشان فيه ألتر مودرن بيختلف شوية هنتكلم عن الخصائص الأساسية للألتر مودرن كألوان أبيض ده اللون السائد قوي بيبقى اللون الأساسي فيه رقم اتنين الأسود زي ما شفنا من شوية برضو بيبقى لون معاه من الألوان الأساسية لازم بيبقى موجود في المكان اللون التالت الأحمر برضو لازم بيبقى شوية موجود أو لا واللون الأساسي الأكبر اللي احنا مخفف بيه هو الجري بدرجاته تمام ده الأفضل أربع ألوان أو أكثر الديزاينرز الموجودين في العالم بيجي يشتغلوا على الستايل ده بيستخدموا أربع ألوان دي طب هو فيه ألوان تانية فيه ألوان تانية ممكن تستخدمها والمهم إنك تعرف تعمل التباين كونترست لو تعرف تعمل ده إن ده يرد مع الفورنيتشور مع الحيطان بشكل مادرن قوي زي ما قلنا في البداية هيبقى أنت كده إيدي تتطلع بس الموضوع مش بالسهولة اللي أنت متخيل مش بالسهولة قوي إن أنت تتغير فيه بسهولة قوي كده طيب احنا قلنا كده احنا ممكن نعمل الحيطان مع السقف كلادينج ستانلس حاجة من الحاجات اللامعة والمعدنية بيبقى حيط واحد بيبقاش بقى بشكل قوي بيبقى واخد اهتمام كده معين يعني مثلا كلادينج بيبقى منه فيه اليد دفاية وبيبقى حيط واحد زي ما قلنا مع الأفرد والأسود الموجود جوه المكان طيب هو ده بس لأ عشان هو فخم بقى لابد يوقف في رخام حاجة رخامية كده أسباني طالي في المكان طيب هيبقى مع المعدن لو الحيطان كبيرة ووسعة معايا أوكي لو هي حاجة بسيطة عشان الفيو معايا مفتوح وكل إزاز وده هنتكلم فيه برضو في الآخر لا يبقى يا إما ده يا إما الرخام المهم اللي لازم يقى فيه معايا بالعرب كده حيطة واخدى الاهتمام معمولة ريتش قوي في المكان طيب لو ما عملناش ده أو ده لينا اختيار كمان الحجر طب هاي حجر بقى لا أوعة ثم أوعة تعمل حجر من أي حجر معروف لا ده لازم يكون حجر فريد حجر يعني تدفع عليك غريب حياة مش موجودة كأنك عامل حيطة في الريسابشن بتاعك تحفى ده بالزبط اللي احنا عايزة بصره لك طيب اللون الاسود يا اما حيط مع فرنتشر ابيض بيردوا مع بعض يا اما العكس التباين هو أساس الدزاين ده أو الستايل ده التباين لازم يبقى حاجة بتظهر حاجة بالشكل تضاد قوي في المكان طيب الأرضيات لمعة مستقيمة مستوية مفيش درجة من مكان لمكان طيب لونه لونه يفضل كل ما هو على الألوان اللي قلناها على لخام برضو أسباني طالي حاجة تزرف خامة أو بورسلين برضو طالي أسباني حاجة زهرة وتكون ويفضل تكون تمانين في تمانين متر في متر عشان الفرقات اللي ها العراميس ما تكونش زهرة قوي وما تكونش ده في البورسلين ما تكونش زهرة قوي ومش بينه طيب النقشة بتاعته اللي لازم تكون من نقشة الرخام ألوان وقلان الرخام النقشة بتاعته بتبقى نقشة رخامية على الأبيض زي القرارة وغيرها أسود أسباني دابل بلاك مثلا ده على سبيل المثال لو استخدمنا بنستخدمنا حاجة ريتش قوي حاجة الغالية قوي حاجة الفخمة جدا معروف عنها إنها فخمة جدا في الستايل ده بالذات الإضاءة إضاءاتها بتعتمد إضاءاتها على الأبيض الأبيض الصريح مش الأبيض الورم تلجي تنوع في الإضاءات نوع في نوعيات الإضاءات ما تنوعش في ألوان الإضاءات إزاي؟ يعني إضاءة جاية من شابو إضاءة جاية من دلايا إضاءة جاية من سبوت ده أوكي إنتي لقباليك فين؟ مفيش قباليك المكان ده مفيش أي حاجة كلاسيكي خالص مفيش حاجة محد في نوعية معينة بتبقى زي سبوتات كده بتبقى نوعية معينة وبرضو بتبقى من الألتر مودل بتدي إضاءة للحيط من الأعلى والحيط من أسفل وبتبقى بألوان أبيض أسود أحمر جري مش الإضاءة السبوت نفسه بيقى بلاستيكي ويطالع كده وبيضي إضاءة الفوق وإضاءة لتحت معروفة ده ومش بشكل أساسي طب الشبهات بتاعتنا بتبقى ألتر مودل يعني آخر حاجة آخر حاجة نزلت ما بتبقاش اللي هي العادية الكلاسيكية والكلام ده لأ آخر حاجة نزلت في المودل آخر حاجة بتبقى بقى ستانلس بتبقى من خمات اللمعة لازم تكون للمعة معدنية للمعة مط طيب ننزل كده بعد الصورة جمعا طيب أبيض جري نسقف نسقف فلات الحوائط صريحة يم أبيض في حائط واحد بس هو بيبعليه الشو دايرة واحدة بس اللي موجودة في المكان تقريبا مفيش دوائر تاني كلها بروزات كلها خطوط مستقيمة هو ده بالزبط الالترمودل اللي بعدها يا جماعة مسحات مفتوحة الفيو مفتوح أكمله السقف تركتين برضو مفيش دوائر ولا منحنيات في الشكل غير لما تدقى بس لبعدها يا جماعة دايرة واحدة بروء دايرة واحدة تحت بترد معاها مكان تتغير كأنك قاعد في سفينة فضائية جون الأسود مع الأبيض بعدها يا جماعة أبيض حيط واحد الشابو موجود هناك في الكورنرز بشكل مختلف تماماً حيات تحس إنها غريبة مش شكل معروف الدواير قليلة جداً لا تزيد زي ما قلنا 2% من من الفرق كاملاً برضو الفيو مفتوح كامل ما فيش يعني زي شباك زي ما نعمل كده شباك صغير أو لحاجة لا خالص المساحة كبيرة كويسة الكوشن بتاعه حتى يئمة ألوان صريحة يئمة أخطوط مستقيمة لبعدها يا جماعة حائط كامل معمول بشكل ريتش قوي أرضيات سادة لمعة لون القبض هو السائد على المكان برضو ما فيجوة ما فيش غير دايرة 2 3 تقريباً اللي بعدها يا جماعة حتى في الشركات يعني حتى منيجي نتكلم في أي شركات نتكلم في بيوت نتكلم ما فيش أي مشكلة دا مطبق لازم وده برضو هنقلش فيه دلوقتي نتكلم فيه لازم open kitchen نفوش خالص المغلق دي تماماً كأنك داخل المكان برضو دايرة واحدة حتى بص يعني تشير اللي هو الكرسي اللي موجود هناك تحس انه فيلم بفضائي لازم يكون فيه عناصر بتاعته كلها latest fashion يعني ما بتبقاش حاجة قديمة لا وبرضو من عيوب التراث دا انه بتجدد دا يعني دايماً متجدد سنة اثنين وتلاقي نفسك لازم تجدد لو انت منعشك السايل دا برضو الارض الفلات ونازل منه السقف الفلات ونازل منه درجة واحدة بس الارضية مستقيمة اضاءات من تحت ال الانديركت ارضية بعدها بشو بص بقا اللون الاسود هنا اللون الاحمر هنا الوان متبينة جدا بشكل قوي قوي الظاهر قوي في الصورة دي اه اه الترال دا سقف مع حية بارز معمل بشكل اه 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 قوي جدا اه اه حاجة محترمة لون ابيض سيئة طبعا يزيد عن 70% من المكان كمل تمام جري مع الخشب ارضية اه كلها بيضة ام لخام ام لبرسلين اه الفرنوتشر بتاعه اللي هنتكلم عني دلوقتي طيب عشان ما عاش نقول كل شو هنقول هنتكلم عني دلوقتي هنتكلم عن الفرش بشكلة سريع الفرش يا جماعة بيبقى خطوط مستقيمة زي ما قلنا منحنيات ده كان ده كون مش موجودة غير منحنيات منحنيات بتاعته تبقى بسيطة جدا واحدة او اتنين في المكان اللون الابيض او جري او اسود مع الاحمر برضو نفس الدرجات احنا قلنا الدرجات دي برضو او الالوان دي نفس هي هي بحيطان لا مش هي هنا يا جماعة لو هنعمل تباين ده هيبقى عكس ده ده بيصد مع ده بيرد مع ده ده بيتضاد مع ده الاتنين مع بعض الخامة يا جماعة يا ام جلد قطيفة او قطيفة مط او نص لامة الجلد اما لامة او نص لامة الاطيفة طبعا مط الكشن مفيهوش اي زخرافة او لو في زخرافة بتبقى زي ما واشفناها من شوية مربعات مستطيلات خلوط مستقيمة الستطيلة بزيقى المستطيلات طبعا بيفضل الايطالي منها التقيل بص يا جماعة في حاجة مهمة جدا جدا اي حاجة في المكان تبقى على اعلى درجة من تكنولوجيا حاجة بلموت بصمة صوت ده اساس الستايل الالتر مودل طيب بنزود في الكريستالات الموجودة بنزود نروح جماعة السورة بعدها بنزود الكريستالات اي حاجة في ازاز اهو ده الحاجة يا جماعة زي ما قلت لكم دلوقت حاجة غريب حاجة اه مش موجودة حاجة شكلها اه باين هي خطفت العين خالت النظر خطفت النظر لها طيب المطبخ زي ما شفنا في الصور اللي فاتت يا جماعة بتبقى open kitchen ما عندوش ما فيش نقاش لازم open kitchen الخانة بتاعته بتبقى الخانة المطبخ نفسه بيبقى لامع تمام تمام اللي هو الخامات الاخر الخامات نازلة منها اكلارك واللي زيها طيب الاجهزة الاجهزة سواء التلاجة سواء كل الاجهزة موجودة جوا المطبخ يفضل انها stainless كلها stainless مط stainless لامع روح يا جماعة صلوا عندي منها اهو رخامة بشكل جديد خالص وشال العين لي كرسي يدوه بكار بسيط ما فيش اكتر من كده الباقي كله خلط مستقيمة الارض دي غمقى مع حتان فتحة جدا ابيض سنفيل ستار زي ما قلنا تقيلة موجودة الحمام بقى الحمام في المصدر بيبقى ملوش حيط يعني بيبقى ازاز مصنفر منه مفتوح او منه لا كده اوكي الاكسسورات الاكسسوروز بتاعه زي ما احنا شوف نفسها بالضبط لامع جدا كلها ع نفس الالوان حتى التبلوهات بتاعتها بتبقى كلها سريالية تجريدية فن مش مفهوم يعني بتبقى حاجة برضو تخطف العين المهم ان هي حاجة مش مفهومة او لازم زي ما قلو كده في بطن الشاعر المعنى بتاعه في بطن الشاعر زي برضو ما قلت مش هاي يمنع منعا باتا اي كلاسيكي في المكان زي ما ان فيه ناس كده بتروح واخد الاتجاه ده قوي وبعدين بتروح عاملة من سي ان سي محفور عربي معمول بشكل ده ممنوع منعا باتا ما فيش اي اسلامي عربي اي حاجة بحاجات دي لو تعمل تعمل برضو اشكال هندسية اشكال حفر سريالية غريبة اشكال ما لهاش معنى اوي هو بينفع جماعة للمكاتب والبيوت مش شرط بس هو المطاعم غالبا يعني فشلت الستايل ده فشل في المطاعم والكلام ده لانه ده ما قلنا متجدد فهو هيجد كل سنة الدراسات بتقول ما ننجحش اوي اوي الالتر مودر ما ننجحش اوي فيه طيب الوانه زي ما قلناها ابيض اسود بتاخدوا باركم اوي ابيض اسود جري احمر الاحمر ده مش احمر الاحمر ده دوبك حاجة برضو زيدي اثنين ثلاثة في المية من المكان ده اذا ما نعلمش يعني مبقاش موجود اصل ده لوحة طناية طيب هو ده اسمه ايه ده بالنسبة لي انا شخصيا لو حد متابع فن الانتيرير ديزاين ده الريترو بتاع الزمن ده الريترو كان كده كان المانيمالستي كان مسيطر وكان قطعة واحدة هنا وقطعة واحدة هنا والكلام ده راح جاي ده قصر القعدة ودخل عمل اقصى حاجة ورح واخد حاجة من القديم قوي ورح عمل مجددة زي ماتساكل مثلا زي راديو زي تلفون قديم ورح مجدده وحطه ده والوانه صريحة وكلها ومش مستقيمة بس هو الجرأة بتاعت واخد جرأته بالزبط اخيرا لو فيلا مش مجروحة لازم تفتح كل الفيو بتاعك ازاز تحكم بالستير كله ريموت الحلقة كانت دسمة وكانت صغيرة معلش بس الحمد لله ان انا قدرت اجمعها ويا ربي وفقني وقدر اجيب لكم كل جديد واعذروني لو اصرت شكركم جميعا وقابلكم الحلقة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته